مع اقتراب اعلان النصر النهائي داعش يهزم في اخر مواقعه بالموصل قوات سوريا الديمقراطية تصد هجوما لداعش المحاصر داخل مدينة الرقة تقرير سري يحذر من هجمات الكترونية على القطاعات النووية في امريكا اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على حي الشفاء بالكامل ووصلت الى ضفة نهر دجلة كما اكدت قيادة عمليات نينوى في بيان ان قوات مكافحة الارهاب استعادت سوق الشعارين ومنطقتين النبي جرجس وعبد خوب في المدينة القديمة معلنة ان اعلان النصر النهائي بات وشيكا وفي السياق اشار بيان اخر الى سيطرة قوات فرقة المشاة السادس عشر تابعة للجيش العراقي في تحرير حي الفاروق الثانية وفي الصدد قال الخبير العسكري والاستراتيجيات دكتور حسين علاوي في لقاء مع اخبار الان ان ما بقي من مقاتلي داعش في الموصل القديمة لا يتجاوز 150 فردا لافتا ان غالبيتهم من الاجانب يعني اولا هذه التقديرات كانت قبل تقريبا 48 ساعة الان تقديرات للمقاتلين الاجانب الذي غالبيتهم طبعا اجانب في المدينة وهناك قليل عراقيين محليين موجودين فيها الان تقديراتنا قد تؤشر من خلال المعلومات التي نستقيها من السوشال ميديا من القيادات العسكرية تقريبا 150 او ادنى من هذا العدد طبعا من مقاتلين بقوا في هذا المكان وبالتالي هم يحاولون يعني ان يتبعوا استراتيجية الارض المحروقة يعني هم منذ تفجير الجامع النوري حقيقة وهذه اللحظة المحورية التي غيرت حتى زمام المعركة وخطة المعركة وجعلت القيادات العسكري قيادة العمليات المشتركة تعيد تنظيم امورها في اطار الاحدافيات الجديدة التي غيرت كل الطرق التي كانت محسوبة من قبل جهاز مكافحة الارهاب في عملية الانقضاث على الجامع والسيطرة عليه وبالتالي هو يحاول طبعا ان يعلن الخسارة بتفجيره للجامع واصبحت جنوده كثيران الهائجة الفاسدة التي تحمل متفجرات وتحاول ان تفجر ذاتي او تحاول عرقلة تقدم القوات من خلال سيطرة القناصين يوما بعد اخر تتكشف الاعمال الاجرامية التي كان يمارسها داعش في الموصل القديمة بعد اعلان تحرير جامع النوري الكبير اتسعى هذا التنظيم الارهابي لتخريب التعايش بين مكونات هذه المدينة عبر استخدام واحدة من اقدم معالمها الدينية وهي كنيسة مارتومة لاغراض لا تمت لتاريخ هذه المدينة بصلة وسام كان هناك وعاد بهذا التقرير هذه محلة الاوس ضمن منطقة الساعة هنا في هذه الازقة كانت تسكن مئات العوائل المسيحية قام مقاتل داعش بطردهم بعد احتلالهم لمدينة الموصل دخلنا كنيسة مارتومة والتي حررتها القوات العراقية مؤخرا هناك نفق داخل الكنيسة وهنا يضربون هنا على القوات الامنية يروح لجوى لجوى أسفل المدينة القديمة هذه اقدم الكنائس في مدينة الموصل حيث يعود تاريخ إنشائها إلى القرن السابع الميلادي وهي تعد أحد الكنوز التاريخية لهذه المدينة ولكن مقاتل داعش كانوا يتخذون منها مقرا لهم حيث عبثوا بها وسرقوا العديد من الألواح الآثارية منها هذه كنيسة مارتومة في الموصل القديمة تم تحريرها قبل عدة أيام هذا هو المبنى الرئيسي للكنيسة هنا المطبح هذا المكان لا زال مفخخ إلى حد الآن لا يمكننا الاقتراب أكثر هناك عبوات ناسفة تحت المطبح وضعها مقاتل داعش كما تلاحظون أيضا الكتابة التي كتبها مقاتل داعش على هذا المكان هناك الكثير من الصور والتماثيل طبعا قام تنظيم داعش بتكسيرها جميعا أيضا هذه كتابات أخرى هناك أسماء سفيان الشيشاني وغيره مكتوبة هنا جثث مقاتل داعش لا زالت داخل الكنيسة حيث دارت المعارك هنا بعد أن كانوا قد تحصنوا فيها كما وجدنا كمية من المواد الغذائية كان مقاتل داعش قد خزنوها في الكنيسة بينما كان الأهالي يعانون من مجاعة حقيقية الحقيقة هو يركز في استخدامه لدور العبادة وخاصة في الكنائس والأديرة كونها أهداف غير مصرح بضربها أو باستخدام أي أسلحة ضدها لكن هو يستخدمها بأساليبه في القتال وأيضا كمستودعات وكذلك لإخفاء أسلحته المنطقة القديمة في مدينة الموصل عبر مئات السنين كانت تمثله مثالا للتعايش الحقيقي بين أبنائها حيث كان العراقيون من مختلف الأديان والطوائف يتقاسم العيش في هذه الأزقة الضيقة والمنازل القديمة في السراء والضراء إلى أن دخلها تنظيم داعش الإرهابي أعلن مصدر عسكري عراقي قتل جندي وجرح آخر بهجوم نفده تنظيم داعش الإرهابي شرق قضاء الرطبة وقال المصدر أن أفراد داعش هجموا دورية عسكرية لدى مرورها على الطريق الدولي السريع بمنطقة الكيلو شرق قضاء الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن فيما ردت القوات العراقية على الهجوم وأجبرت المهاجمين على الهروب إلى جهة مجهولة أما في سوريا فقد شن تنظيم داعش هجوما مضادا ضد قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة وقالت قوات سوريا الديمقراطية أن القتال محصور على أطراف حي الصناعة وإنها تمكنت من صد الهجوم ويحظى حي الصناعة الذي خسره التنظيم بأهمية استراتيجية لكونه على تماث مباشر مع المدينة القديمة التي يتحصن فيها التنظيم في غضون ذلك أحبط مقاتل قوات سوريا الديمقراطية محاولات داعش لكسر الحصار الذي فرضه المقاتلون عليهم داخل مدينة الرقة وخلال الاشتباكات التي شهدتها الأحياء الشرقية للمدينة لواحد وثلاثين مسلحا من داعش وقطعت قوات سوريا الديمقراطية المنفذ الأخير المتبقي لداعش من المدينة إلى بقية مناطق احتلاله في سوريا ونجحت في السيطرة على المنطقة الواقعة جنوب نهر الفرات تفاصيل معركة الرقة مع يمان شواف لم يعد أمام تنظيم داعش الكثير من الخيارات باتت نهايته في أهم معاقله في سوريا قاب قوسيني أو أدنى حيث خسرت تنظيم مواقع له داخل مدينة الرقة وشهدت المعارك تقدما ملحوظا لقوات سوريا الديمقراطية وانهيار لداعش وهروب جماعي لعناصره الاشتباكات تدور في حي النهضة وسط الرقة حيث تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحرير حي القادسية غرب المدينة وبذلك أحكمت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة من المحور الغربي طبعا هذا الحي الذي سيطرت عليه قوات سوريا الديمقراطية وكانت الاشتباكات الأعنف التي دارت حسب قيادات عسكرية في قوات سوريا الديمقراطية في حي النهضة هنا في هذا الحي تمكنت خلالها قوات سوريا الديمقراطية من تكبيت داعش خسائر في الأرواح وفي العتاد وتم أسر عدد من عناصر التنظيم قوات سوريا الديمقراطية وفصائل عربية وعشائرية نجحت حتى الآن في تحقيق تقدم واسع جنوب مدينة الرقة وأحكمت بذلك الطوق بشكل كامل على المدينة من كافة الجهات كما سيطرت هذه القوات على أربعة أحياء وقرية ومقر عسكري ومعمل هنا وقلعة تاريخية وساحة خلال عشرة أيام من المعارك طبعا في المدينة ومحيطها ليكون القادسية الحي الخامس طبعا هنا هذا حي القادسية الذي تم تحريره من داعش تضم مدينة الرقة 26 حيا بينها رميلة الروضة البتاني الصناعة شارع 23 شباط وهشام بن عبد الملك والمدينة القديمة والبريد والنهضة والمرور والدرعية ونزلة شحادة والأمين والحرية والحنة والسكة والأندلس تتركز العمليات العسكرية في محيط المدينة بشكل كامل من ستة محاور ثلاثة منها من الناحية الشرقية إلى جانب محورين من الناحية الشمالية ومحور من الناحية الغربية تسعى قوات سوريا الديمقراطية طبعا وفصائل عربية وعشائرية لترضي داعش من كامل الرقة ومع استمرار المعارك وخسائر داعش في الأرواح واستسلام عناصره يبدو أن الرقة باتت على مشارف التحرر من ظلم داعش كما مدينة الموصل في العراق في سياق آخر تكبدت قوات الأسد وميليشيات حزب الله خسائر بشرية فادحة خلال المعارك التي تشنها على محافظة درعة جنوب البلاد منذ أيام حسب قيادات الجيش السوري الحر ويواصل نظام الأسد مدعوما بمقاتلين أجانب الحملة العسكرية على درعة في محاولة للتقدم واستعادة مناطق سيطرة المعارضة في درعة أملا في الوصول إلى الحدود وقطع طريق الإمداد بين المعارضة فاصل قصير ونواصل نشوطنا عبقوا معنا أهلا بكم من جديد أعلنت مصادر عسكرية وطبية يمنية قتل خمسة وعشرين فردا من ميليشيات الحوثي في غارات لتحالف العربي ومواجهات على الأرض مع قوات الشرعية في جبهات السحل الغربي وبدأت قوات الجيش اليمني بمساندة التحالف العربي محاصرة مركز مديرية صرواح غرب مأرب فيما تجددت المواجهات في جبهات نهم شمال شرق العاصمة اليمنية هذا وواصلت قوات الشرعية المدعومة من قوات التحالف العربي تقدمها في مأرب وسيطرت على منطقة النصيب الأحمر في مديرية صرواح معززة بذلك سيطرتها على الطريق المؤدية إلى صنعاء التفاصيل في تقرير الزميلة ديما نجم بمساندة القوات الإماراتية ومقاتلات التحالف العربي استكملت قوات الجيش اليمني سيطرت على منطقة النصيب الأحمر في صرواح غرب مأرب فيما بدأت عملية ترتيب واسعة لقوات الشرعية في مختلف الجبهات بهدف استكمال التحرير في جبهات مأرب وشبوى والجوف والتعز قبل البدء بتحرير الحديدة وصنعاء وأكدت مصادر ميدانية في جبهات صرواح أن الجيش سيطر كذلك على أزاء كبيرة من طريق صرواح صنعاء التي تمر عبر منطقة حباب وقطع طرق الإمدادات القادمة عن طريق بني سحام التي تربط المخدرة بجبال هيلان فضلا عن قطع الطرق القادمة من مديرية بني حشيش في ريف العاصمة باتجاه مأرب لتغدو مأرب عما قريب أول محافظة تقع في شمال اليمن محررة بالكامل مع قرب وصول الجيش والمقاومة إلى مركز مديرية صرواح آخر معقل للميليشيات الانقلابية في مأرب والسيطرة على جبال هيلان التي ستفتح الطريق نحو ريف العاصمة مباشرة هذا وتمكنت الدفاعات الجوية التابعة لقوات الإمارات في مأرب من إسقاط صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات على مأرب وتدميره في الجو بعد تلقي الأخيرة خسائر كبيرة في جبهات صرواح خلال الأيام القليلة الماضية ومصرع العشرات منهم بينهم قيادات بارزة وخسارة مواقع وآليات عسكرية من جانبها شنت مقاتلات التحالف غارات مكثفة على مواقع الميليشيات في مركز مديرية صرواح مع استمرار تقدم الجيش نحوها بعد تأمين جبل مرتد المطل على المنطقة والمخدرة ومنطقة النصيب الأحمر التي تم فيها اغتنام أسلحة متنوعة خلفتها الميليشيات بعد فرارها على وقع ضربات الجيش والتحالف العسكرية وفي كلمة ألقاها أمام قدة الجيش في محافظة مأرب يوم الخميس قال نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر إن الشرعية ستكون قريبا في صنعاء وشدد الأحمر على مزيد من الجهد والتلاحم مع قوات الجيش الوطني والاستفاف الوطني لتمكين اليمنيين من استكمال تحرير ما تبقى من المحافظات اليمنية قالت الأمم المتحدة إن الإعلام القطري نسب تصريحات مفبركة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الأزمة الحالية وأوضح مكتب المفوضية أن لقاء عقد بالفعل مع ممثل دولة قطر لدى الأمم المتحدة في جينيف لكن التصريحات التي أورادها الإعلام القطري على لسان المفوض السامي كانت محرفة لحد كبير وقع انقسام كبير في صفوف حركة التمرد الإرهابية في الصومال بعد أن أكد مسؤولون حكوميون أنهم أرسلوا قوات لدحر مسلحين يسعون لاعتقال أحد قادتهم ويتوقع خبراء أن الانقسام في جماعة الشباب قد يصيبها بمزيد من الضعف بعد سنوات خسرت فيها أراضي بشكل مضطرد وانسحبت الجماعة من العاصمة مقديشو في 2011 وفقدت السيطرة منذ ذلك الحين على أغلب المدن الكبرى في جنوب ووسط الصومال ذكر تقرير أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومكتبة تحقيقات الاتحادي الأمريكي حدرات شركات الأمريكية سرا هذا الأسبوع من حملة تسلل إلكتروني تستهدف القطاعات النووية وقطاعات الطاقة والتصنيع وبحسب تقرير يشمل تحليلا مشتركا فإن المتسللين استخدموا رسائل تصيد إلكترونية مشبوهة للحصول على بيانات الاعتماد حتى يتمكنوا من الوصول إلى شبكات أهدافهم وأضف التقرير أن المتسللين نجحوا في بعض الحالات في المساس بشبكات أهدافهم رغم أنه لم يحدد ضحايا دفع ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة طاقة يابانية ببراءتهم من اتهامات بالإهمال تتعلق بأسوأ كارثة نووية يابانية في محطة فوكوشيما دايتشي وكانت المحطة التي تقع شمال شرق توكيو قد تعرضت لانسهارات في ثلاثة من مفاعلاتها الستة بعد أن ضربها زلزال بقوة تسع درجات في الحادي عشر من مارس 2011 المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي قدم ثلاثة مدراء تنفيذيين سابقين في شركة توكيو لطاقة الجهربائية للمحاكمة في اليابان بتوع من مرتبطة بكارثة فوكوشيما وهي أول محاكمة جنائية بشأن انهيار في المحطة النووية في عام 2011 يذكر أن الانهيار الناجم عن الزلزال الذي تسبب في تسونامي الضخم كان أسوأ حادث نووي في العالم منذ كارثة ترنوبل في عام 1986 وقد رفض ثلاثة الاتهامات الموجهة لهم مؤكدين أنهم غير مذنبين بسبب الإهمال المهني الذي أدى إلى وفاة وإصابة المرضى الذين تم إجلاؤهم من مستشفى بالقرب من المصنع وإذا ثبت إدانتهم فقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات والمحاكمة هي الأولى والوحيدة التي تثير تهما جنائية تتعلق بكارثة فوكوشيما واضطر نحو ثمانين ألف شخص إلى الفرار من منازلهم عندما فشلت ثلاثة مفاعلات في المصنع بعد أن غمرتها المياه ومن المتوقع أي الدعي المتهمون الثلاثة أنهم لا يستطيعون توقع كارثة طبيعية بهذا الحجم وكيفية تأثيرها على المحطة النووية غير أن النيابة تقول إن الدراسات التي أجريت في السنوات السابقة على الحوادث قد تم تجهلها من قبل الشركة وأفيد أن دراسة داخلية أجرتها شركة تيبكو في عام 2008 حاكت سيناريو مشابها لزلزال والسونامي ولكنها لم تؤدي إلى اتخاذ إجراءات من جانب الإدارة أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تمتلك العديد من الخيارات للرد على التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية وقال ترامب خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي مونجي إن في البيت الأبيض إن فترة الصبر الاستراتيجي مع النظام الكوري الشمالي فشلت طوال سنوات عديدة فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل أخيراً ميسي يدخل القفص الذهبي أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الأيام البحرينية التي عنونات فوائد مذهلة لخيوط الموز لن تزيلها بعد الآن كشفت دراسة طبية حديثة أن الأنسجة أو الخيوط الناتجة عند تقشير الموز تساعد على نشر العناصر الغدائية في فاكهة الموز وأضفت الدراسة أن الخيوط التي تسمى فلوم تعتبر إحدى الوسائل المهمة التي تنقل العناصر الغدائية في العديد من النباتات والفواكه وإلى صحيفة الحياة الجديدة التي عنوانت البروتين النباتي يحمي من بلوغ سن اليأس مبكراً أظهرت نتائج دراسة جديدة من جامعة بوستن أن أكل البروتين النباتي يقلل خطر بلوغ المرأة سن اليأس مبكراً وتتضمن الأطعمة الغنية بالبروتين النباتي البقوليات والمكسرات والمعكرونة وحبوب الإفطار المدعمة بالبروتين النباتي وإلى صحيفة النهار اللبنانية التي عنوانت أطعمة تخلصك من رائحة التعرق قال خبراء إن هناك أطعمة معينة تساعد في تحسين رائحة الجسم خلال فترة النهار وتقلل من رائحة العرق ومن أشهرها النعناع الأخضر والريحان والكزبر والبقدونس وتعتبر هذه الأنواع من الخضروات معطرات طبيعية للجسم لاحتوائها على زيوت عطرية إضافة إلى بعض أنواع المكسرات كالفول السوداني والفستق واللوز والبندق التي تتخلص من الرائحة غير المرغوب فيها في الجسم أما صحيفة الغد الأردنية فقد عنونت لسقة للقاح الإنفلونزة تشتاح اختبارات مهمة اشتازت لسقة حاقنة للقاح الإنفلونزة اختبارات سلامة مهمة في أول تجربة على البشر وعلى الجانب اللاصق منها تحتوي اللصق على مئة إبرة شبيهة بالشعر تخترق سطح الجلد وتتميز اللصق الجديد بسهولة الاستخدام بحيث يمكن للناس لصقها بأنفسهم وأخيرا صحيفة اليوم السابع المصرية عنونت الشوكولاتة تحسن الذاكرة وتعزز صحة الدماغ كشفت دراسة علمية حديثة أن الشوكولاتة تحسن الذاكرة وتعزز صحة المخ وقال الباحثون أن هناك مادة كيميائية في الشوكولاتة تسمى فلافانول يمكن أن تتصدى لأثار الحرمان من النوم وبالتالي يمكن أن تساعد الناس الذين يعانون من الأرق هند الدبابسي إحدى السيدات الرائدات في مجال الأعمال ضمن قائمة فاونديشن التي ضمت خمسمائة سيدة من جميع أنحاء العالم تعمل هند كمصففة شعر إضافة إلى عملها بحيثة اجتماعية وأيضا متضمنة لمطبخ انتاجي فجمعت بين كل هذه الأعمال وأثبتت أن النساء قادرة على ذلك وباتت نموذجا لتشجيع المرأة وتمكنها اقتصاديا وتطوير قدراتها الذاتية وصفت بأنها ضلع قاصر لا تقوى على مواجهة الحياة لوحدها عملها فقط في بيتها وفي تربية أبنائها إنها المرأة التي كافحت وما زالت تكافح لتغير هذه الصورة النمطية التي صورتها على أنها ضعيفة وما هند إلا أحدى تلك النساء المكافحات اللواتي سعينة للارتقاء باسم المرأة العربية أنا من النساء اللي ما بحب المرأة اللي بتدرس وبتعود بالبيت بحب المرأة اللي بتكافح بتشوف حياتها تشوف الناس من بره شو بتعمل بس أشوف أي جارة أي صاحبة بحب أني أحكي لها هذا الإشي أنه أنت ما تضلق قادة بالبيت تستني أنك أنت تصرفي أحالك لازم تشغلي وتتعبي وتشوف الحياة وتشوف الناس وتكافحي حتى تعيشي حياتك أكتر إشي حلو بالدنيا أنك أنت تحس أنك أنت إنساني ناجحة طبعا شعوري كتير حلو أني أنا أكون من النساء الرائدات في المجتمع وأكون عنصر فعال بالمجتمع بقدر أساعد كل الناس بقدر أقدم خدمة لكل الناس 59 امرأة أردنية ضمن قائمة أفضل رائدات الأعمال في العالم حسب قائمة فونديشن كانت هند واحدة من هند فبالإضافة إلى عملها كمصففة شعر تعمل هند أيضا باحثة اجتماعية بالإضافة إلى أنها تدير مطبخا إنتاجيا وغير ذلك من الأعمال اشتغلت بالتجارة وبعدين اشتغلت في أكثر من شركة اللي هم عبارة عن التسويق الإلكتروني بعدين أخدت فكرة أني أضمن مطبخ إنتاجي في جمعية خولة بنت الأزور كوني أنا مدربة عندهم فكرت أني أول خطوة أعملها أني أفتح صالون فتحت صالون مع شركة إلي واحدة لبنانية بعدين قدمت طلب للباحثة الاجتماعية لمنظمة أمريكية IUF اشتغلت معهم باحثة اجتماعية أنا لساتني مقيمة معهم باشتغل باحثة اجتماعية صار في دورات تدريبية تجميل بدرب معاي شهادة مدربة بشهادة كامرج من بريطانيا طريق النجاح لا يخلو من الصعوبات هذه الصعوبات جعلت هند مصممة على النجاح والتميز من الصعوبات اللي كنت أواجهها أولادي لأن أولادي كتير صغار أحملهم أشيلهم أوديهم هون أوديهم هون والسبب الرئيسي اللي خلاني أعمل أي شغلة أنه بنطلب مني بقدر أشتغلها ما عندي أي مشكلة بالمقابل أني أدرس أولادي يطلع أحسن أولادي إن شاء الله بالعالم هي تؤمن أن ما بداخلها من طاقات يمتلكها كثير من النساء في مجتمعها لكن الأسرار والعزيمة هو ما ميزها عنهن وتأمل أن تستطيع التأثير بأكبر قدر من النساء ليحدين حذوها في مجالات الريادة النسوية جمعت بين العلم والعمل الميداني والمهني بكل إتقان فأكدت للجميع بأن الأمل مقرونا بالعمل فباتت هند أحد النماذج الحية والمؤثرة للسيدات الرائدات لأخبار الآن دانيال معيطة عمان تبحث منصة التدوين المصغرة تويتر إمكانية إضافة ميزة جديدة تتيح من خلالها للمستخدمين الإبلاغ عن التغريدات التي تحتوي على معلومات مضللة أو كادبة أو ضر وما تزال هذه الميزة ضمن مرحلة النموذج الأولي كما أنه قد لا يجري إطلاقها أبدا وذلك وفقا لأشخاص على دراية بمشاريع الشركة وفي أخبار الرياضة ضمن كل لاعب بالمنتخب الألماني لكرة القدم الحصول على مكافأة مالية قدرها 30 ألف يورو بعد تأهل الفريق للمباراة النهائية في بطولة كأس القارات 2017 المقامة حاليا في روسيا وتغلب المانشافت على المنتخب المكسيكي بنتيجة أربعة لواحد في المربع الذهبي للبطولة ليتأهل لملاقات منتخب تشيلي في المباراة النهائية للبطولة وفي حال الفوز على المنتخب التشيلي في المباراة النهائية ببطولة سان بيترسبورغ سيمنح الاتحاد الألماني للعبة كل لاعب بقائمة الفريق التي تضم 21 لاعبا 50 ألف يورو عقد نجم كرة القدم الشهير ليونيل ميسي قرانه على صديقته منذ أيام الطفولة في مدينته الأولى في الأرجنتين واجتمع عدد من أشهر نجوم كرة القدم في العالم في الأرجنتين لحضور حفل الزفاف وطلب النجم الأرجنتيني من المدعوين خلال بطاقة الدعوة عدم إحضار أو تقديم أي هدايا ويمكنهم تقديم التبرعات لمؤسسة ميسي الخيرية التي تساهم في تأمين التعليم والرعاية الصحية للأطفال الفقراء قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين مع اقتراب إعلان نصر نهائي داعش يهزم في آخر مواقعه بالموصل قوات سوريا الديمقراطية تصد هجوما لداعش المحاصر داخل مدينة الرقة تقرير سري يحذر من هجمات إلكترونية على القطاعات النووية في أمريكا وصلنا إلى الختام للمزيد فيديو يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكرا للمتابعة نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجزل الأخبار إلى اللقاء